هنا وصلنا الى يونت 21 اللي هو 21 من كتاب English Grammar News هنا وصلنا الى will & shall 1 لدينا اكثر من وحدة تحدث عن will & shall اللي هي مستقبل وهذا هي وحدة ثارثة اللي تحدثت لي عن المستقبل دعونا نرى نستخدم i will مختصرة هاي مهمة just decided to do something حددنا للتو الآن حددنا شيء من الآن يعني just decided الآن فقط الآن يعني to do something when we say i'll do something من اقول سأفعل هذا الشيء we announce our decision هنا شنسوي عبارة عن تصريح المن لقرارنا اللي اتخذنا للتو مثل or i've left the door open i'll go and shut هنا انا يعني من طين or معتباطن يعني شبوا المفاجأ or i've left the door open انا اتركت الباب مفتوح حسا راح ارجع اغلق i'll go هذا قرار خذنا للتو ومن حشية الجملة كان هو تصريح علما لهذا القرار what did you like to drink كيف تحب تشرب ما مقرر سابقا الان قرر ايش قال i'll have an orange juice please اريد اصير برتقال وهذا القرار شنو just decide يعني الان did you found Lucy خبرت Lucy او نو هنا او نو يعني اش انو متفاجئ ناسي هاي هنا انا forget i forgot عفو نسيت يعني i'll phone her now هسا راح خبر هسا قررت هسا راح خبره وهذا يختلف عن من اختلف عن القون tool اللي هي قرار مسبق وحتى يختلف عن continuous اللي هو بيترتيب نحن لا يستخدم المتفاجئ نسيت نحن لاستخدم المتفاجئ ها لا نستخدم المتفاجئ نسيت تخبر يوم الان اللي هو بيتر منصب نحن نعدي أعتقد تعبر عن الاعتقاد طبعا الاعتقاد والتأمل والوعد أغلبهني عن الوعد المستقبل يجني مع وو إذا اتخذن في اللحظة الحالية أعتقد أو لا أعتقد تجيني مع وو مثلا أشعر بالجوع قليلا أعتقد أنه راح أكل شيء أعتقد أنه راح أكل شيء معي أعتقد أنه راح أكل شيء معي أنا راح أسوي هذا الشيء لا أعتقد أنه راح أطلع اليوم لأنه أنا أتعبان قلنا مع think أو don't think نستخدم go اللي هي دل على الاعتقاد بالشيء في اللغة الإنجليزية المحكية والمكتوبة will is usually want يعني من أقول will not say want مثل I can't see you're busy so I won't stay long يتلفظ بهالشكل هذا I won't stay long want يعني will not وهذا غالبا بال spoken English مثل ما هو داخل لي إذن القرار المفاجئ نستخدم له will باعتبار ستونا قررنا واستخدام will هو عبارة عن تصريح لهذا القرار do not use will يقول لا تستخدم will to talk about what you've decided before أشياء اللي قررناها سابقا خدناها بـ 19 و 20 الوحدات السابقة نستخدم لها اللي هي present continuous ونستخدم لها going to I'm going on holiday next Saturday هنا I'm going استخدمنا present continuous المضارع المستمر ليش لأن مرتب كل شيء ولهذا السبب استخدمت continuous are you working tomorrow انت غدا تعمل لما تعمل ما يسا نستخدم will ليش لأن هذه أشياء به ترتيب وقرار سابق إذن استخدمنا ياها الـ continuous وليس ال شنو وليس ال wall c we often use wall هنا ونا نستخدم شنو wall in these situations قدنا بعض المواقف نستخدم بها wall مثل شنو offering to do something offering تعرض أنه تسوي شيء معين يعني العرض that bag looks heavy I'll help you with it هذا عرض طلاب لي دارسين العرض يعرفونه I'll help you تستخدم wall حتى نعرض شيء نعرض خدمة معينة يعني شفت لك إنسان كبير بالعمر وردت الساعدة تقوم عن الكرسي مالتك أو تعرض شيء معين على صديقك شراب أكل فات شيء معين تستخدم offering بالعرض تستخدم wall ثنيا agreeing to do something موافقة على فعل شيء معين ما نتوافق على إذن هسا من نعرض شيء نستخدم wall من نوافق على شيء Can you give me Can you give Tim this book تقدر تنطي هذا الكتاب إلى Tim Sure I'll give it to him أيضا نستخدمها وال مع الموافقة لو تنتبهون شوية نفس الاستخدام يعني situation حالي وقرار مفاجئ تقدر تطي كتاب قررت إي أقدر إذن I'll give him when I see him this afternoon من أشوف هذا المساء رحمة الله ان شاء الله بعد promising to do something الوعد تقديم وعد معين هذا ذكرت سابقا طبعا أكو وعد استخدمها مع present symbol لا تذكرونها ستقولون هذا التناقض لا متناقض من أستخدم كلمة وعد I promise استخدمها بالمضارع بس من أنت وعد معنوي استخدم thanks for lending me the money شكرا أنت أقرضتني بعض المال I'll pay you back نانا هي أصلا وال الدل دلالة للوعد يعني من أقول I'll pay you back on Friday رح أرجحني لك يوم الجمعة معناتها هذا أن وعدتك أنه رجع لك المبلغ إذن الوعد والعرض والموافقة اخنا غمثة الآخر I won't tell anyone what happened I won't tell anyone what happened هنا أنا هذا promise من استخدمنا كلمة promise مضارع ولكن هي will will not من استخدمها حتى أنطي وعد مستقبلي أنا وعدك أنه ما راح أخبر أي شخص باللي صاير ونرجع على الترجمة الترجمة معنوية وترجمة الحرفية هنا أنا أقدر أقول أنا أوعدك بأنه لن أخبر أحد وين كلمة أوعدك ما موجودة بهاي الجملة ولكن من خلال الاستخدام والقواعد بدان قدرت أستنتج معنى بعد asking somebody to do something هنا يعني تطلب شخص معين يسوي شيء إذن استخدنا عرض موافقة وعد وطلب would you please turn the music down يعني تطلب من شخص أنه يخفض المسيقة I'm trying to concentrate I'm trying to concentrate أنا أحاول أركز تقدر تخفف المسيقة إذن الطلب والوعد وكذلك الموافقة قول العرض نستخدمهن مع well you can use want هنا نستخدم want to say that somebody refuses to do something إذا شخص رفض أنه يسوي شيء معين أستخدم want مثل شون I've tried حاولت to give her advice حاولت أنطيها نصيحة but she won't listen ولكنها لن تصغير ما صغت لي أطلاقا يعني شخص معاند يرفض بطريقة طريقة عناد the car won't start هذه السيارة جزعتنا مللتنا ما تريد أن تشتغل want to start the car refuses السيارة رفضت أنه تشتغل وهي اللي نصحوها اللي بني رفضت تستمع للنصيحة إذا نستخدمهن مع شخص اللي يرفض عرضت عليه شيء ورفض أو حتى شيء سيارة حاولنا نشغلها وما اشتغلت نستخدم want shall we شن فرق بين shall i و shall we shall is used mostly in questions مثل shall i و shall we إذن shall استخدامها mostly غالبا وياما مع الأسئلة مع questions we use shall i شو كنت نستخدم shall i شو كنت نستخدم shall we to ask somebody's opinion ها نطلب رأي شخص معين يعني أشبه بالاقتراح especially in offers or suggestions شوفوا بالعرض وين والاقتراح بالعرض والاقتراح shall i open the window يعني بمعنى أنه تسمح لي أفتح النافذة do you want me to open the window يعني تريد منعدي أنه أفتحها طريقة طلب مؤدب يعني I've got no money ما عندي أمال what shall i do أنا ما عندي أمال شو تخترح شن اللي أسوي what shall i do يعني هنا أنا جايتني اقتراح و هنا أنا جايتني أشبه بالعرض want me عرض يعني وهنا أنا لا اخترح علي شن اللي أسوي shall we go هذا اقتراح just a minute I'm not ready yet يعني مجاهز هذا أيضا اقتراح where shall we have lunch يعني وين راح نتغلى let's go to marino's هي من نسأل على الاقتراح hi let's أيضا تستخدم مع الاقتراح إذن shall i مع تقريبا العرض و shall we مع الاقتراح comber shall i or will you شن نفرق بيناتهم هنا أنا الطانية هنقال لشنور shall i shut the door معناتها do you want me to shut the door يعني هل يمكنني ان اغلق الباب يعني تريد من عندي ان اقوم اغلق الباب هذه بالنسبة shall will you shut the door لا i want you أنا اريدك انت تقوم تغلق الباب واضح الفكر ان شاء الله i want you to shut the door بينما shall i لا انا اقوم افتح الباب انت موافق تمام اما you will you لا لا انا طلبت من شخص المقابل انه يقوم يغلق الباب هذا فيما يخص will shall اللي هي one اي طبعنا كل سايزز ما تنحل والوحدة القادمة اللي هي 22 ان شاء الله wall shall two الى ذلك الحين اراكم في كل الخير ان شاء الله